السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شروع انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له بإذن الله ثم أما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى ان شاء الله صامدون وجامدون ولربنا حامدون بعد الضربات الايرانية اللي حصلت في أول اكتوبر الفات الناس قادت تظن ان العالم هياخد شكل جديد شكل مختلف لكن لا واحد يقول لك اليوتيوبرز كتير وبتاع ما بحبهمش بصراحة ما بيتش يحبهم اللي قاد يقول لك اسرائيل هترد قبل يوم اللي مش حار فيه اللي لا دي هيكون فيه رد من الكيانه هم ما ردش ولا يا حاجة لان هي الفكرة هي بيوصل رسالة ما كانتش ضربة يعني مكسحة ما بقولش طبعا انها مسرحية ولا حاجة لا هي ضربة بجد وخوية وكل حاجة ورد عنيف بس حاجة كده ايه تسبت تعمل شوية وشوية السواريخ بقى من تحت على مش عار فيه محاولة اقتحم فشلة في الجنوب اللبناني لحد ايه هتلاقي الموضوع زي ما هو حاصل دلوقتي زي ما انت شايف وحاسس انه شبه ستيبل اللي هو ايه امتصنا غضب بعض انا عملت كذا وبتاع وقتلتلك ناس وبتاع ده وانت رح تضارب طب خلاص امريكا هتكلم ده خلاص هو ضربك يا عم وانت ضربه قبلها فمشوا الموضوع لا انا اتعصب شوية طب خلاص اعمل طلعة واحدة ومش ايه وحاجة رايحة حاجة جاية لحد ايه ما الموضوع بياخد وضع الاتزان والستيبل وده اللي هي امريكا عايزها وده اللي بيحصل في الاخر امريكا ممكن الحاجة تحصل او الموقف يحصل على غير مزاجها في البداية ولكن في النهاية لازم بتخلصه على مزاجها وده اللي حاصل في وضع وكرانيا وروسيا شبه ستيبل وواقف اللي بيعمل حاجة شزة اللي بتاعت روح تطبطب عليه ولا يا عم لا الام الدور وهنزبط لك الموضوع وهيرجع تاني لحالة اللي امريكا عايزها ممكن الطرفين مش عايزان بس لا هم بيهدوا الموضوع خلوه على وضع ثابت مشتعل ولكن مش بالشكل اللي متوهج فاهمين الفكرة فيه بس المهم نخلص من الموضوع المشتعل والمتوهج ده ونخش في الموضوع المهم البيوت الروسية الدافئة طبعا حضراتكم اكيد عارفين اللي عاشوا في روسيا او سموا عن روسيا او شافوا قنوات عن روسيا انا عارفين في الشتاء الشتاء قاسي جد برد سالب حاجات كتير فالبيوت بيبقى فيها البيوت الريفية او البيوت مش لازم يكون بيت ريفية بيت خشبي في الريف او في غير الريف او في ضواحي موسكو او في ضواحي سمارة او في ضواحي كزان المهم فيه بيوت كتير جوه المدينة حتى مش في الضواحي بيت خشبي التدفئة فيه عاملة ازاي موسير خشبية ماشية وفيها بطاريات وفي حاجات كهرباء وفي حاجات بالغاز زي ما حداك عايز وبتدف في البيت خلي درجة حرارة وحيانا 35 درجة مئوية حر جدا دفع طب لو تساب البيت من غير تدفع برد جديد جامد جدا يمكن اسقع من بر في حاجة بقى ايه بتبقى بنلاحظها ان فصل الصيف الدنيا بتبقى في روسيا ممكن توصل درجة الحرارة ل38 و37 في بعض المناطق او في المناطق الكثيرة فالبيوت خشبية بتنتص الحرارة دي الفترة والعفش فيها خشب برضو فتلاقي على الخريف زي ما احنا في الخريف دلوقتي انا قاعد يعني اللبس ده عادي يعني انا مش هشغل ده في التدفع ولا حاجة البيت دافي شوية يعني لو اتحركت شوية عملت مجود في حاجة لمدة خمس زي ايه والعملت تمرين وهتحر انا او اي حد او اي طفل او اي حاجة فتحش انك ساقعان ومتاكتك رغم من درجة الحرارة برا صفر او بلاس واحد بلاس اتنين ففي درجة الحرارة دي المفروض انت دفاية ما ينفعش تعيش بس البيت لسه الخشب بتاعه دافي انت بتلاحز انت جاي من الشارع وتخش البيت لا ايه لا فيه فرق درجة حرارة سبع تمن درجات فوق في البيت ادي او الترمومتر محدود هنا اول ما اخش ابص درجة الحرارة مثلا ايه هنا اتنين وعشرين برا في الشارع مثلا كان بالنهار كان في بداية الخريف مثلا دلوقتي درجة الحرارة هنا اعتقد اربعتاشر خمستاشر حاجة زي كده برا في الشارع واحد فرق نشر تلاتاشر درجة اربعتاشر درجة فرق يعني برا في الشارع ممكن بلاس واحد بلاس اتنين بلاس تلاتة يعني في الحدود دي مش واحد بالزبط ممكن صفر فاول ما تطلع برا البيت برد تخش البيت وتقفل الباب وبتاع تحس فيه دفا ففي واحد يقول لك اصلا ايه نفس البني ادم في البيت بيدفيه لا لا ده ما يبقى بيت صغير او قوضة لكن البيت كبير ومهما بيبقى طبعا البيوت معظمها معزولة كويس ده بيساعد في الحفاظ على الحرارة لكن في وقت البرد في الشطة القارس لا العزل ده ما بقاش له اي لازمة خلاص البرد بيخش بقى وبتاعه وتلاقي عندك وردكوا قبل كده امثلة المياه زاست المياه متجمدة وهم ترقعهم فرقع يعني حاجة جزاست مياه جوة البيت لكنك فيه فريزر وفريزر تجميد عالي يعني حاجة كده سلب تلاتين وسلب عشرين فطبعا ده لا محالة انت لازم تدفئة وتدفئة كويسة جدا علشان تعليك بقى من سلب عشرين لسلب خمسة وعشرين عشان تعرف تعيش ولا تموت مهما كنت متكلفت وفتاع بس بالليل انت بقى هتقق يعني مهما كنت متكلفت هتسقع برضه عايز تغطي راسك ووشك وكل حاجة ودهرك ورجليك وكل حاجة البرد فالبيوت الروسية الدافئة بتساعدك يوقف القريب انك تعيش من غير تدفئة طبعا لازم تدفئة دلوقتي لازم افتح التدفئة طبعا ولكن لان بالليل اكيد دنيا هتبرد اكتر احنا بالليل بس يعني لسه يعني من العيشة كده لحد نص الليل في مسافة المهم نيجي الحاجة برضو ايه ليها علاقة بالبيوت الروسية الدافئة المسلمون اللي بيصوموا عموما مش بس في شهر رمضان ولكن طبعا دلوقتي احنا رمضان القادم ان شاء الله هيكون في اول مارس اعتقد الفين خمسة عشرين ففي رمضان العموما هنا اما بيجو يفطروا بقى ويعودوا كده في وقت خصوصا ما كان الفطر بقى ايام الصيف ولو بتفطر بقى الساعة تسعة بالليل فبيجمعوا في البيوت الدافئة دي ويجمعوا مسلا ممكن عائلتين يعني الناس اللي قالوا اماكن الريفية بالذات اللي قالوا فيها مسلمين بيبقى عائلتين تلاتة كده وبيعملوا اكلة واحد حد واحد يطبخوا يقولوا انتم ما تطبخوش وهناكل كنا مع بعض فبيعملوا العادة دي عند مسلمين كتير لكن فيه للأسف يعني فيه مناطق بيبقى فيها مليانة مسلمين بس ما فيش ولا اسرة بتصوم ما فيش غير اسرة واحدة فبيقولك هعزم مين ناس ما بتصومش بالذات برضو ان الريف بدأ ان يبقى سكان الريف قليلين فبقيت العادة دي اعملها ايه ناس موجودين في المدن او في المراكز الرئيسية مش في القرى في القرى خلاص العادة دي بدأت موجودة طبعا بس عند ما عارف انا مش عند كل الناس لأسف فلدرجة ان فيه واحد مثلا من الناس المحترمة اللي هو بيته كبير وعنده كان بيقولي في الصيف هو عزمني مرة على الموضوع ده بس انها وصلت متأخر كانوا خلاصوا اكلوا بتاع بس قال لي كان فيه عدد كبير هنا لان كان عمل بيته كبير وبتاعه وعنده مكان بيحط ترابيزات كده بتاخد يمكن مسلا يمكن سبعين شخص في الحديقة وكده في المكان فبيقولي انا عازم المسلمين وغير المسلمين اللي بيصوم ولي ما بيصومش تفرقش معاي كله بيأكل وقت الفطار يا جماعة فيه عزومة على الفطار الناس بتيجي مش مهم صايم ولا مش صايم فقاله بعمل وليمة وبقى دابح وعامل ومجهز وسلطات وبابا غنوك وبتاعه الراجل ده عايش عشرين سنة فيه تركيا بالمناسبة فوانا عرفته تركيا الراجل محترم جدا اه فدي عادة والعادات البيوت الدافئة بتسعمل حبايب الف هيقول طبعا ايه اما تبقى الدنيا في الشتاء ايه ده طيب اه اما تبقى الدنيا في الشتاء اه بيقول ما تفرقش معاي الناس تقعد جوه البيت قال بينجيب اخوات للمسلمين وبتاعه يعودوا جوه البيت بيته برضو كبير جوه وبره فبيقول فيه الممر اللي هو مش عارف ايه بيدخل علي ايه بحط فيها ترابيزات وفيه جوه المطبخ برضو عنده كبير فبيقول بنحط فيه تلات ترابيزات كده بيبقى طويل والناس تقعد وناكل فيش مشكلة فقال برضو ايه ساعة من الحبايب الف فقال البيوت الدافئة يعني بيوتنا مش بس دافية بالتدفئة لا دافية بقلوب مليانة حب وحرارة وجذوة قوة الايمان بتغلب عندك حاجات كتير بتدوب مشاكل كتير يعني اما اجي كده انا غريب عليهم قار يا رفاي انا غريب عليهم بس بشوف في عينهم ان هم بيقدروا بعض ايه بيحب ببعض ايه ما تحسش ان فيه ضغاء الولاد الصغيرين حتى متربيين ان هم اهل الشرع كلهم اهلهم اه يماشى عارف انت زي ما عندنا في الارياب العربية لو تلاقي الولد الصغير بالعجلة كده عنده خمس سنين دق دق كده وماشي بالعجلة في الطريق في الحارة وبيسلم اه سلام عليكم يا خالة وابتاع يا عمتي الله يسلمك يا حبيبي وابتاع ماما اخبارها شو اخبارك انت ماشي في الحارة والعايل الصغير عامل رواج عامل هيصة كل عيلي عادي يسلم على دي يا خالة يا عم الروح دي طبعا انا عارف واحد عربي دلوقتي من نوكو هيقول لي يا عم انت بتتكلم على حاجة زمان دلوقتي ما حدش عارف حد كل واحد في حياله لا انا بكلمك على الارياب انت ممكن متمدن شوية الارياب لسه فيها الناس والروح دي والحياة الحلوة دي واعرفين بعض وفي عذا بيجو في فرح بيجو في مناسبات في عيد بتجمعه والصدي يعني وحرارة اا او المقابلات والمناسبات الاسلامية بتزود حرارة الحب في القلب يا بين الناس بجاش في دغائم بجاش في مشاكل المشاكل بتزوب وتقل لذلك في ناس كتير من اللي عاشوا في حارات شعبية في الوطن العربي يقول لك فين يا عم ايام الحارات الشعبية واحد مثلا دلوقتي عايش في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في روسيا يقولك لا لا مفيش الروح دي هنا هي موجودة بس في حتة انت ما روحتهاش مع ناس انت مش عايز تتكلم معاهم او ملكش سكة معاهم لكن في شبهها الحاجات دي في شبهها والاسف هي مقرض او قلت اوي في وطننا العربي زمان ايام الحارات كان الناس اماكات قرائبة من بعضها كانت المشاكل قليلة المشاكل زادت امتى اما كل واحد قفل بابه على نفسه كان معظم البيوت الناس مش جيلي بقى اللي قابلي كان عندهم الموضوع دا اكتر مننا اللي هو يقولك العمارة طول النهار بيبان الشقق اللي قصاد بعض مفتحها ما بتتقفلش باب الشقة باب بيتي مفتوح قصاد بيت اللي قصادي مفتوح وتشقة التالتة لو كان الدور بياخد اكتر من شقتين يعني كل مفتح البيبان العيال والأولاد والكبار وصغر طالع داخل امان حب ثقة احنا عائلة واحدة العمارة مثلا اربعة دور ولا خمس دا كانت عمارة صغيرة في الاماكي الشعبية باكلمكم ولكن الشعبية في الوطن العربي البيوت حتى اللي هي مثلا دورين ولا حاجة وبتاع وفيها عائلتين ولا تلاتة متجوزين كلنا اخوات كلنا عارفين بعض وبتاع في حرمة النساء وحرمة الرجال وكبير صغير احترام وتقدير ورعاية وعطف وحنان واللي مزنوق مثلا نجمع له فلوس لا هنعمل مش عارف ايه في رمضان وليمة الحب والتناغم والتقارب دا يعني مثلا عجبني قوي المثال بتاع وليمة الافطار اللي كانت في المطارية في مصر جمعت ناس كتيرة جدا وبتاع دا وشفت بقى الحب في عيون الناس والتقارب وان ازاي يجمعنا لقمة حلوة في المناسبة حلوة زي في رمضان ونأكل مع بعض الحاجات دي بتدهو بالمشاكل وما عندكش فكرة قد ايه انت بتدرق ازمات كبيرة جدا بزيادة الحرارة في قلوب الناس حرارة الحب حرارة التقدير حرارة الاحترام فبعد كده لو في مشكلة انت هتبقى خجلان انك تتكلم بصوت عالي او تقيل لأدبك لو في مشكلة هتتكلم بصوت واطي هتجيب وسيط محترم مهزب يا رب الحياة دي ترجع تاني نقترب شوية من العداء مش اقول لك وطبقى الاصل زي ما كنا زمان ولكن تقربوا حتى من الفكرة دي في ناس بيفكروا انهم يعملوا الموضوع ده في روسيا انه يبقى فيه عزوة ومش عارفة لكن الاسف كلهم يعملوا عزوة يتخنقوا اكتر ما يحبوا بعض فللأسف الحب والتقدير والاحترام غاب من حياتنا وبقى كل واحد يلا نفسي ومقارنات ورخص اللهم احفظنا ان شاء الله ولكن نجدتنا في وحدتنا وفي العادات الدينية يبقى ليك كوميونيتي كده روس على تطار على مش عارف ايه على عرب على على اجاني يعملوا خالطة كده مع ايرانيين مع هنود مع صينيين يبقى ليك كوميونيتي كده وتوريهم صخفة الاسلام بتاعتك وتعزمهم في رمضان وتقول لهم ده عادتنا كذا وتشعرف هتلاقي ناس كتيرة عايزة تعرف عن الاسلام وعايزة تخش الاسلام وفي نفس الوقت هيبقى فيه ناس بتحبك وبتقدرك وانت بتحبهم وبتقدرهم هيبقى ليك كوميونيتي ومجموعة كلهم بيتحدوا على تقوى الله وفي المناسبات السعيدة وهيبقى حماية ليك حتى من اي حاجة غلط في المجتمع ومن اي حد عايز يأذيك في المجتمع الناس دي هتبقى في ظهرك تبقى كتافك اعمل كوميونيتي لو سمحت اعمل جروب اعمل مجموعة ناس تقدرك ناس على نصها معرفة وثقافة وعلم وايمان ودين تبقوا زي بعض وتعلوا مع بعض وتبقوا ثورة في المجتمع ده تحسين عادة الناس ازاي ان احنا نتجوز صح ازاي احنا نشتغل صح ازاي نخلف صح ازاي نربي ولدنا صح ازاي نبقى اقوية في البزنس ازاي ده اما تحتاج مسلا عمال وبتاع ده او مسلا ناس تساعدك في البزنس بتاعك وتشتغل معك يبقى من الناس دي المجتمع السليم بيتبني كده يا رب تكون فكرتي واضحة لكم ونتلاشى الاخطاء بتاعت المقررات والضغينة والحاجات الوحشة دي وربنا كريم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب ولكن شكرا على خيط حفظ الله السلام عليكم امين